استقبل صاحب السمو الشيخ محمد براشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بقصر سموه في زعبيل مساء اليوم أصحاب الفضيلة العلماء والدعاء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة في الشهر الفضيل وأعضاء لجنة التحكيم في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الحادية والعشرين الذين هنأوا سموه بشهر رمضان المبارك وباركوا لسموه صيامه وقيامه ومبادراته الخيرية والإنسانية شهر الخير من عام الخير ودعا سموه علماء وإمة وخطباء الإسلام إلى التأكيد في كل المناسبات والمجالس التي يحضرونها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي على عدادة الإسلام والشفافيته وتسامحه لأنه دين للإنسانية جمع بمبادئه وتعاليمه وأحكامه